موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت ونبدأ حلقة هذا الأسبوع بعجلة النتائج المالية عن النصف الأول والتي دارت بإعلان ثلاث كيانات مدرجة هي بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان ومجموعة زين للاتصالات كان بنك الكويت الوطني قد أعلن عن نمو في أرباحه عن النصف الأول من 2022 بواقع 48% لتبلغ هذه الأرباح حوالي 238 مليون دينار فيما نمت أرباح الربع الثاني بواقع 59% لتبلغ 121 مليون دينار وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح النصف سنوية بواقع عشرة فلوس لكل سهم الوطني أعاد نمو الأرباح إلى انخفاض مخصصات خسائر الاقتمان وارتفاع إيرادات التمويل وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية قال عصام الصجر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة قال إن النتائج جاءت بفضل مرونة نموذج الأعمال المتنوع وإدارة المخاطر ورأس المال بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في الثروات والخدمات المصرفية وأعلن بنك بوبيان أيضا عن نمو في أرباحه بواقع 54% نمو أعاده عبدالسلام الصالح الرئيس التنفيذي إلى نمو محافظ التمويل وإيرادات التشغيل كانت نتائج نص الأولاني من العام الحالي كانت ممتازة جدا إيرادات التشغيلية وصلت إلى 102 مليون دينار صافي الأرباح 33 مليون دينار بنسبة نمو 54% إجمالي أصول البنك أيضا نمت بنسبة 10% حاليا بلغت إلى 7.6 مليار دينار محفظة القروض أيضا حققت نمو بنسبة 12% كمحفظة التمويلات فكلها نتائج حمد الله إيجابية وجيدة خلال النص الأول وإن شاء الله نأمل أنها تستمر خلال النص الآخر إلى أي مدى استفادت هذه الأرباح من رفع أسعار الفائدة الذي طبق مؤخرا هي لا الحمد كانت متوافقة مع الخطة المعمولة حق العام الحالي كنتائج التي كنا مقدرينها بالنسبة حق الأداء بالنسبة حق النمو كان متوازن خصوصا فيما يتعلق بقطاعين الأفراد والشركات نحن جل نشاط البنك من ناحية الإيرادات ومن ناحية الأصول هو مرتكز بشكل أساسي حتى الآن على السوق المحلي يعني العالم مجغول حاليا بأرقام التضخم العالمية المرتفعة وملف الحرب الروسية الأوكرانية هل تأثرت إيرادات البنك وأرباحه بهذه الملفات؟ وهل تتوقع حتى تأثيرات مستقبلية؟ حتى الآن بالنسبة لنا ما لاحظنا تأثير يذكر بالنسبة حق الأعمال داخل الكويت من ناحية نمو حجم الأعمال للقطاعات التي تعمل معها يعني فيه تأثير ولكن ما هو التأثير لغاية الآن الذي يشكل عام القلق ولكن نحن طبعا محذرين من هذه النقطة وقعا نتابع التطورات ونأخذها بعيدا اعتبار في سير أعمال البنك مستقبل مع هذه المخاوف الاقتصادية العالمية هل تتوقعون عودة إلى سياسة تجنيب المزيد من المخصصات الاحترازية؟ احنا لم نهجر هذه السياسة حتى الآن يعني البنك بوبيان مثل ما تعرفوا احنا سياستنا متحفظة جدا ومستمرين في بناء مخصصات احترازية وان كانت يعني بنسبة أقل من السنوات السابقة خصوصا سنة 2020 و2021 اللي هي كانت في ذروة الجائحة والانعكاساتها فنحن ما نزال يعني مستمرين في بناء المخصصات الاحترازية لتعزيز ميزانية البنك وتحصينها حق أي ظروف غير مواتية وان كان الملاحظة ان النسبة هذه بدت تقل اعتقد ان احنا وصلنا إلى مستويات جيدة جدا من ناحية تدعيم ميزانية البنك ومن خلال هذه المخصصات الاحترازية إذا انتقلنا إلى أداء محفظة التمويل لدى بنك بوبيان وكما هو وضع فيها الإفصاح هي من أسباب النمو في الربحية كيف كان؟ نعم طبعا مثل ما قلت لك أنا محفظة التمويل بشكل عام هي ارتفعت بنسبة 12% مع فتة المقارنة أداها كان الحمد لله جيد جدا والنمو يغلب عليه أنه التوازن ما بين قطاع الأفراد وقطاع الشركات عندنا نسبة التمويلات المتأثرة حافظنا على مستوى الممتاز اللي هو 1% يعني وهذا اعتبر من المستوىات المنخفضة حتى على السوق المحلي أيضا تغطية الديول المتأثرة ارتفعت النسبة إلى 313% نعم اللي هي لغاية جون 2022 وكانت مجموعة زين للاتصالات قد دشنت موسم النتائج المالية لـ 2022 بالإعلان عن نمو في جميع مؤشراتها عن فترة الربع الثاني من السنة المالية الحالية نتائج إيجابية تحققها مجموعة زين خلال الربع الثاني من العام 2022 والداعم الرئيسي هذه المرة تقنيات الجيل الخامس نقف على آخر الأرقام التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني من هذا العام نتحدث عن أرباح فصلية تجاوزت الـ 2022 في المئة لنصل إلى 50 مليون دينار كويت مقارنة مع 41 مليون دينار في الربع المماثل من العام الماضي الإرادات هي الأخرى شهدت قفزة بـ 14 في المئة لتصل بذلك إلى 421 مليون دينار مقارنة مع 369 مليون دينار في الربع الثاني من العام 2021 هذا فيما يخص الأرباح التي تم تحقيقها من قبل مجموعة زين من جهة أخرى أقرت المجموعة توزيع أرباح نقدية على المستثمرين حجم هذه التوزيعات وصل إلى عشرة فلوس للسهم عن النصف الأول من العام 2022 تاريخ الاستحقاق سوف يكون لهذه التوزيعات في سبتمبر المقبل يعني تحديدا في السابع من سبتمبر نتحدث عن تاريخ التوزيع في الرابع عشر من سبتمبر من العام 2022 ولكن كان لمجموعة زين بعض الخطط المستقبلية التي أعلنت عنها فيما يخص هذه الخطط نقف عن أبرزها إطلاق بنك رقمي بالتعاون مع بنك بوبيان الكويتي ومجموعة من المستثمرين كذلك هناك زين تك هذا الدخول في شركات إقليمية بالنسبة للخطط التي تم الإعلان عنها من قبل المجموعة وهذا ما دعم إرادات قطاع مشاريع الأعمال الرئيسية الخاصة بالمجموعة بما نسبته 21 في المئة هذا فيما يخص أبرز الخطط المستقبلية الخاصة بها ولكن إن وقفنا عن أرباح مجموعة زين في بعض الدول العربية الأخرى وفي دول منطقة تحديدا في النصف الأول كنا شهدنا القفزة في أرباح الربع الثاني كذلك بالنسبة للنصف الأول حققت بعض الأرباح في هذه الدول ولكن الأكبر من حيث تحقيق الأرباح ب135 مليون دولار كان في الكويت سجلت نمو بـ 11 في المئة في السعودية كذلك نمت الأرباح بـ 159 في المئة لتصل إلى 57 مليون دولار ندينا في العراق سجلت أرباح بـ 5 ملايين دولار وسجلنا هذا الأداء الإيجابي سواء في النصف الأول وحتى في الربع الثاني من العام الجاري باقي الدول في السودان قفز بـ 168 في المئة البحرين لدينا 35 في المئة والأردن 50 في المئة من الأرباح من إجمال الإرادات وصلت إلى 41 مليون دولار إذن يعني بشكل عام كان أداء إيجابي لمجموعة زين بالنسبة لسواء في الأرباح للربع الثاني من هذا العام وحتى بالنسبة للنصف الأول من العام 2022 وتوقعت شركة أجيلتي للمخازن العمومية أن تكمل شركتها التابعة ناس صفقة استحواذ على شركة منسز لخدمات الطيران وهي الصفقة التي يتوقع أن تسفر عن ولادة أكبر شركة مدمجة لخدمات الطيران في العالم بتحديد الرابع من أغسطس موعدا لإتمامها يبقى أمام شركة أجيلتي للمخازن العمومية أقل من ثلاثة أسابيع لإتمام واحدة من أكبر صفقاتها في عام 2022 وهي الاستحواذ من خلال ناس التابعة على كامل أسهم شركة جون منسز لخدمات الطيران والأهمية ليست في حجب الصفقة وإنما فيما ستتمخض عنه من ولادة أكبر شركة في العالم في مجال خدمات الطيران والصفقة تعتبر تنفيذا لستراتيجية أجيلتي في تملك شركات محلية ومن ثم تحويلها إلى كيانات عالمية طبعا سياسة الشركة دائما أننا نبتدي في المشاريع المحلية ونحب نطورها قليميا ثم نوصلها للعالمية وهذا اللي صار مع شركة جايل أيضا في شركة رايستار بدت كشركة محلية بالإمارات وتوسعت بالمنطقة والآن دخلت في صفقة مع جماعة شركة جلانكور لتصبح من أكبر شركات الخدمات اللوجتية المختصة في نقل المشتقات النفطية وأيضا تخزينها وأيضا غازية أيضا من خلال السفن وأيضا الخدمات المتكاملة كانت أجيلتي بعد جوالات من عروض الشراء والرفض قد عرضت أكثر من ستة جنيهات استرلينية ثمنا للسهم الواحد من شركة جون منسيز والتي تمتلك أجيلتي بالفعل 19% من رأس مالها من خلال ذراعها الشركة الوطنية للخدمات الجوية ناس وبمقتضع عرض الشراء النهائي سوف تتملك ناس كامل أسهم منسيز مقابل 571 مليون جنيه استرليني وبعد إتمام الاستحواذ ستدمج منسيز في ناس وتصبحان كيانا عملاقا يفرد مظلة خدماته فوق ست قارات وفي خمسة وخمسين دولة وبطاقة عمل تبلغ سبعة وثلاثين ألف موظف شركة ناس كانت شركة فعلا أمية بالأمية كويتية اتجهت إلى المنطقة وإحنا أصبحت من خلال الاستحواذ على شركة منسيز نحن متوقعين أن بعد الصفقة هذه لم تتمت لكن إذا تمت ستكون هذه الشركة من أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات الطيران والخدمات الأرضية وتقول شركة منسيز أنها بدأت العمل في أدنبرا قبل أكثر من قرن وهي تقدم خدمات الوقود والمعاونة الأرضية والصيانة والتخزين والشحن والأمن وغير ذلك من خدمات تحتاجها المطارات حول العالم وقد عانت منسيز من تراجعات حادة في أرباحها في السنوات الأخيرة بسبب الجائحة ولعل ذلك ما حولها إلى فرصة استثمارية في إطار استراتيجية اقتناص الفرص التي تنفذها أجيلتي وساما رشيد سيمسي عربية الكويت بعد الفاصل ستاندردان بورز تعدل النظرة المستقبلية للكويت من سلبية إلى مستقرة وأكثر من سبعة مليارات دينار فوائد تنتظر الكويت بنهاية السنة المالية الحالية بورصة الكويت قصة نجاح المركز العراقة في عالم الاستثمار بيت التمويل الكويتي بورصة الكويت قصة نجاح المركز العراقة في عالم الاستثمار بيت التمويل الكويتي أهلا بكم أصدرت وكالة ستاندردان بورز تصنيف الاعتماني لدولة الكويت التصنيف انطوع على الكثير من الأرقام الإيجابية كما أنه عدل النظرة المستقبلية للكويت من سلبية إلى مستقرة تثبيت وكالة ستاندردان بورز لتصنيفاتها الاعتمانية الممتازة لدولة الكويت وتعديلها نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة استند بشكل أساسي على معطى ارتفاع أسعار النفط واضعا في الاعتبار توقعات حجم الإنتاج المحلي على مدى العامين المقبلين وينسجم تقرير الوكالة مع توقعات دولية إيجابية للاقتصاد الكويتي أبرزها تلك التي خرجت من البنك الدولي قبل أسابيع من المتوقع أن تسارع النمو الاقتصادي في الكويت إلى 5.7% في العام 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط مع إلغاء تخفيضات أوبيك بلس تدريجيا ومع تقوية الطلب المحلي الوكالة رجحت أن تحقق الموازنة العامة للكويت فائضا ماليا تراكميا بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل والفوائد استندت على توقعات الوكالة بأصول الأسعار التعادلية للموازنة إلى نحو 75.80 دولار للبرميل خلال عامين 2022 و2023 فيما يتعلق بالحساب الجاري كمان نتوقع زي ما حكيت فائض من معدل 14% أو 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 6% رح ينمو إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذه الأرقام الإيجابية والتوقعات المتفائلة ستسمح بحسب الوكالة للكويت بالتغلب على ضعوط عجوزات الموازنة التي كانت سائدة خلال عامي 2020 و2021 وستمكن أجهزة الدولة من إعادة بناء سيولة لاحتياطي العام ومع ذلك ركزت الوكالة بشكل خاص على أهمية تمرير قانون الدين العام أو أي خيارات تمويلية أخرى خاصة وأن تحسين النظر المستقبلية سوف تقلل من تسعير أي أدوات دين تصدرها الكويت في المستقبل هناك فرصا كبيرة للكويت للانتقال بنجاح إلى نموذج تنمى وجديد يدعم أجند التنوع وضبط أوضاع المالية العامة مع زيادة إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ينظر اقتصاديون بإيجابية إلى تحسن التصنيف الاعتمالي للكويت لكنهم يشيرون إلى أن العامل الذي أدى إلى ذلك التحسن لم يكن للدولة دور فيه وأن جملة إصلاحات اقتصادية هيكلية يمكن أن تساعد في استدامة التحسن الاقتصادي وفي تنويع المداخيل ويبقى النفط هو المورد الأهم والأكبر في الاقتصاد الكويتي والأكثر تحكما في ميزانيتها وتشير دراسة حديثة إلى أن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2022-2023 قد تتجاوز 30 مليار دينار وأن هناك فوائد بأكثر من 7 مليار دينار تنتظر الكويت في نهاية هذه السنة بمتوسط شهري استراح فوق المئة دولار للبرميل منذ بداية السنة المالية 2022-2023 يكون النفط الكويتي قد رفد ميزانية الدولة بما يعادل 27 مليارا و600 مليون دولار وهو رقم لا يتضمن الأثر الناتج عن اتفاقيات أوبيك التي سمحت بزيادة الإنتاج والتي رفعت حصة الكويت على مدى الشهور الأخيرة ونتيجة لتعافي أسعار النفط ونتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية فإن الميزانية الكويتية تتجه حسب التوقعات إلى تحقيق فوائد للمرة الأولى بعد 9 سنوات من العجز وبافتراض متوسط سعر يدور في فلك 110 دولارات للبرميل فإن الفوائد المتوقعة بنهاية السنة المالية قد تزيد قليلا عن 7 مليارات دينار وذلك لكون الإرادات المتوقعة قد تبلغ نحو 30 مليار دينار فيما سيبلغ حجم المصروفات الواردة في مشروع الموازنة حوالي 23 مليار دينار وتميل توقعات أكثر تفاؤلا إلى إمكانية تجاوز الفوائد أكثر من 7 مليارات دينار توقعات أخذت في الاعتبار تذبذبا إيجابيا في أسعار النفط وصعودها إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل وكذلك الزيادات التي أقرتها أوبيك في الشهور الأخيرة والتي سمحت برفع حجم الإنتاج اليومي الكويتي من مليونين وثلاثمائة ألف برميل في إبريل الماضي إلى مليونين وستمائة ألف برميل في مايو ولتقف على أعتاب المليونين وثمانمائة ألف برميل في يوليو وقد التقينا مع محمد الشطي محافظ دولة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبيك وسألناه عن منظوره للمستويات السعرية للنفط وعن العوامل التي تتحكم فيها حاليا ومستقبلا أسعار النفط ستبقى قوية ستبقى في حدود 110 دولارات بالنسبة للنفط الخام الكويتي إذا ما هبطت عن ذلك فربما نجدها في 90 دولار البرميل ما بين 90 إلى 110 دولار تقول أنك مرتاح بسبب الظروف لكن بلا شك هذه الظروف أيضا مقيدة بعوامل الكل يتكلم عن ركود اقتصادي محتمل أن يكون ربما يكون في نهاية هذا العام وربما يكون في بداية العام القادم فمثل هذه إذا ما تأثر بلا شك هذا يعني هبوط في أسعار النفط ربما نتوقع أن في هذه الحالة الأسعار النفط الخام الكويتي تأهبط إلى 70 دولار البرميل لكن المتوسط يبقى ما بين التسعين متوسط للسنة الكاملة ما بين 90 وال110 فبالتالي الأمور طيبة بالنسبة للميزانية بالنسبة للكويت بالنسبة لإرادات نفطية وإذا سألتك عن حجم الإنتاج اليومي بعد سلسلة ارتفاعات هل وصلنا إلى الصقف المطلوب هل يمكن أن يزاد هل يمكن أن نستمر حتى نهاية السنة دولة الكويت هي جزء من اتفاق أوبيك بلس واتفاق أوبيك بلس سحب من أسواق النفط إذا نذكر فيه في شهر أبريل 2020 سحب تقريبا في حدود العشر ملايين برميل يوميا تقريبا في حدود يعني لنكون هذا في 9.7 مليون برميل يوميا الآن من أوغسط من شهر الثمانية 2021 إلى اليوم أوبيك تعيد زيادة شهرية تقريبا في حدود الـ 400 432 برميل يوميا أخيرا في شهر يوليو وشهر أوغسط ثمانية زادت الزيادة تقريبا في حدود 648 ألف برميل يوميا طبعا هذه الزيادات عبارة عن طمأنة وأريحية لأسواق النفط الكويت جزء من هذا الاتفاق الكويت ملتزبة بهذا الاتفاق رفعت إنتاجها تقريبا في حدود إذا نتكلم عن سنة مالية فنتكلم عن مليونين وستمية في شهر أبريل ارتفعت إلى تقريبا مليونين وسبعمية خلال الاستراثة الشهر اللي بعدها في شهر مايو في شهر ثمانية 2022 سيرتفع الحصة الكويت تقريبا في حدود المليونين وثمانية واحد واحد مليون برميل يوميا وبذلك يكون يعني الاتفاق انتهى في كل الأعراف لكن يبقى الاستمرار في هذا الانتاج الاتفاق طبعا مستمر إلى ديسمبر 2022 يبقى إذا ما استمر الاتفاق كما هو بدون زيادة فبلا شك طبعا يعني ان انتاج الكويت للسنة المالية سيكون في حدود مليونين وخمسة وسبعين يعني مليونين وسبعمية وخمسين ألف برميل يوميا وبالتالي يعني سواء بالنسبة للانتاج أو بالنسبة لأسعار النفط الخام الكويتي بلا شك هي أخبار جيدة للمواطن الكويتي للمشاريع في الكويت لتمويل والاستثمار لم يترك التضخم العالمي بابا إلا طرقه ولا سرعة إلا رفع ثمنها وقد نال حتى من معيشة الطلبة الدارسين المبتعثين في الخارج وقد نقشت الجمعية الاقتصادية هذا الملف ودعت إلى زيادة المخصصات للدارسين المبتعثين الحلول والتعامل مع التضخم دائما مؤلم إذا نتكلم عن حلول الاقتصادية وعن رفع أسعار الفائدة اللي يقوم في أمريكا الفدرالي الأمريكي هي حلول لتقليل التضخم وإنهاء التضخم ولكن هذه لن تعيد الأسعار إلى سابق عهدها هذه نقطة وبالتالي لما نرفع الفائدة في مشكلة ثانية سنخلقها مشكلة الركود الاقتصادي الركود الاقتصادي لما نتكلم على اقتصاديات مثل أوروبا وأمريكا معناتها ركود الاقتصادي يساوي بطالة عالية فأزمة أخرى فهي أزمة تلد أخرى الحل الأمثل والأنسب لمصلحة العالم هو إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية بأسرع وقت وعود التكامل الاقتصادي العالمي وانسيابية انتقال السلع الغدائية الأساسية وانسيابية انتقال أيضا سلع الطاقة وبالتالي نعود إلى مستويات طبيعية من الأسعار هذه الأزمة الاقتصادية التي تتمح ورحول التضخم ستأتي لها آثار كبيرة جدا على أصحاب الدخول الثابتة والتي تمثل شريحة الطلبة المعتمدين على المكافأة أو الراتب الطلابي أحدهم أعتقد اليوم أنه يجب علينا كمجتمع أكاديمي وشرح هذه الظاهرة وفهم أهم آثارها علينا بالإضافة إلى دراسة كيفية مساعدة طلبتنا في الولايات المتحدة وفي غيرها لتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة وهكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة انضموا لنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في عيننا على الكويت بورسة الكويت قصة نجاح المركز العراقة في عالم الاستثمار بيت التمويل الكويتي ترجمة نانسي قنقر